بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صلي وسلم مبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليمة أحبابي وأحباب شافية المغربية لكم من السلام تطلب الله سبحانه وتعالى تكونوا بخير وعلى خير وبصحة جيدة تنطلب الله سبحانه وتعالى تكونوا مزيانين وتكونوا بخير بالزبط المشاكل تحطوا في القناة وجوب تعالى بعد بعض تعليقات مباشر سنعطيهم حلول على طريق الإجابات ولكن إن شاء الله الناس اللي بغي الوصبات غادي نحطهم بإذن الله غادي نحط واحد صيغة الناس اللي عندهم مشاكل في البيت الناس اللي عندهم صداع والناس اللي كانوا عاديين تتصابوا بالسحر أو بالعين أو بالمس الناس اللي تينود عندهم المشاكل تينود عندهم صداع تكونوا ممرتاحينش قلت الرزق قلت البركة عندهم مشاكل إما مع الأولاد إما المحبة قليلة ما بالأسرة الناس اللي عندهم المحبة قليلة ما بالأسر كين الأبناء تتضربوا مع بعضياتهم الأمة مفاهمت مع أولادها أو الزوج ديما عندهم نفور نفور من كل شيء بعض الأحيان تتكون العين والحسد تيأطروا على البيت يقدر ما يكونش سحر ولكن تيقدر يكون حسد قوي ويلي تيأطر تينود المشاكل وصداع في البيت وتيخلي كلام الأم ما يسوى والو والزوج تيقول لي عندهم نفور من البيت تيأطر الأولاد يتخاصموا بيناتهم يقول لي عندهم مشاكل إذن حل بسيط غادي نعطيه لكم غادي تديروا في البيت غادي استغرق منكم شيء بسيط جدا هي أنكم غادي تاخدوا واحد القارورة أو قنينة عطر تخرجوا تشريوها هادي غير ب 15 درهم أو ما كاملاش غادي يكون عطر بحل هذا نخلط المنزل عطر يكون عود أو عنبر أو مسك بحل هذا هذا 15 درهم جيد وفي نفس الوقت هو غادي نحطه فيه آية اللي غادي إن شاء الله أو صورة اللي غادي إن شاء الله صورة اللي غادي تكون عندكم طاقة ربانية في البيت ويحيد قاع يحيدوا قاع المتاعب اللي عندكم في البيت إذن غادي ناخد واحد القارورة بحلكة هاي يا عطر غادي نحلها من هنا غادي نفتحها من هنا وغادي نقرأ لها صورة ياسين صورة ياسين لتسخير الأمور في البيت وازرع المحبة في البيت غادي نقرأ صورة ياسين حتى نوصل للموبيل الأول وغادي نقرأ غادي نقرأ هادي الآية لإبطال غادي في نفس الوقت أنت تقرأي صورة ياسين لتسخير الأمور والمحبة بالأولاد هاتوصل لصورة ياسين للموبيل الأول هاتبدي بياسين بياسين ياسين سبعات تقولي سبعات المرات ياسين وتسلموا بالأول غادي تقولي اللهم يربي سخر لأولادي وسخر لزوجي وزرع المحبة بيني وبينهم وتقرأي آية الإبطال أعود بالله من الشيطان الرجيم قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله لا يصلحه عمل المفسدين 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 وغادي نقرأ اللهم بحق هذه الآية الشريفة أن تبطل عني جميع العوارد وأن تبطل ما بي في هذا المنزل اللهم بطل عنا عوارد السحر والعين والتوابع من الحسد اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد اللهم بحق هذه الآية الشريفة أن تبطل عني جميع العوارد إن كان سحر بيني وبين أولادي أو كان حسد شديد فابطله عني يا ربي بحق محمد وآل محمد غادي تقرأي صورة ياسين حتى المبين الثاني وتقولي نفس الصيغة نفس الصيغة اللهم صخر لي اللهم صخر لي أولادي وصخر لي زوجي واجعل المحبة والمودة بيني وبين أولادي اللهم بحق محمد وآل محمد أن تزرع المحبة بيني وبين أولادي وبين زوجي وتقرأي آية الإبطال باشي تبطلي تبطلي جميع العوارد ديال إن كان سحر أو كان عين أو كان مس أو كان شياطين في البيت تقرأي هذه الآية اللي قرأت عليكم دابا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله لا يصلحوا عمل المفسدين اللهم بحق هذه الآية الشريفة أن تبطل عني جميع العوارد إن كان سحر أو إن كان عين أو إن كان حسد اللهم بحق محمد وآل محمد أن تبطل عني جميع العوارد غادي توصل المبين الثالث وتقرأ سبعات المبينات صورة يسين كنز عظيم لإبطال جميع العوارد لجميع التوابع لجميع أي حاجة في المنزل غادي ناخد هذا العطر بعد ما نكمل غادي نقرأ نصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام ثلاث مرات ثلاث مرات ونقرأ الفاتحة الكتاب نقرأ الفاتحة الكتاب إهداءا لروح نبي سيد الخلق عليه الصلاة والسلام يا حبيبي يا رسول الله غادي إن شاء الله وتقرأ المعوذتين ثلاث مرات وتقرأ الزلزلة ثلاث مرات الزلزلة ثلاث مرات وغادي تسدي القنينة واتبقى ترشي بها كل صباح أو كل ظهر أو كل عصر هتبقى أو كله في أي وقت في أي وقت اشتي المشاكل والصداع وأي حاجة اشتيها في البيت غادي نرش الزوايا المداب العتبة العتبة وباب العتبة وزواية البيت كاملة وزواية البيت كاملة وغادي بيت البيوت كاملة ووسط المنزل الكوزينة المطبخ إلا المراحل المراحل ناخد كأس كبير دي القهوة متبوخة مع الملح مع الخل القهوة متبوخة كأس كأس الخل كأس الملحة نحيد الطاقة السلبية اللي في المرحل وهذا ديما الرش بي غادي دوميها على الرش مدة شهر وغادي تشوفي بيتك كيفاش غادي يصبح جيد وفي نفس الوقت غادي إن شاء الله تكون عندكم الراحة في البيت لأن حطوا لي بزاف نص تعليقات أن عندهم مشاكل مع الأولاد ديالهم ما عندوش محبة ما كنش ما كنش قبول بينهم وبين الأولاد إذن هاتش علاش حطيت هادي وخرجت شريطة القنينة على أساس أننا نحط لكم هذه الوصة وفي نفس الوقت هادي غادي تحافظوا بها على ترشو بها حتى السيارة داخل السيارة إن كان السحر إن كان أي حاجة كان المرأة تركب تركب مع الزوجها في السيارة وتنوضوا المشاكل تستقروا راجعين ما تيقدروش يكملوا حتى حتى النزهة ديالهم أو الخرجة ديالهم إذن إحنا تنبسط الأمور على حسب الناس لتيقولوا الوصفات بعد الأحيان تكونوا معقدين أنا سنبسط معكم على قد المستطع إذن أحبابي هاد صغار جيدة حاولوا الدموع لها هاد العطر يبقى عندكم حتى مدة شهر تعودوا عليه باش ميبقوش عندكم المشاكل في البيت وتكونوا مرساحين في البيت لأن خصوصا الأبناء إذا كانوا في الدراسة يقرأوا الرشل لهم الغرفة ديالهم بيت الغرفة بيت المراوج الراجل بس تزرع المحبة يكون ديمة الرش الزوايا وفي نص الوقت هاد العطر عنبر رائع ريحت رائعة إلا كان عندكم هاد العنبر ريحت العنبر راز جيدة من أطيب الرحة اللي شتعنا هاد الماركة إلا كانت عندكم راز جيدة هانتم هاد العطر إلا لقيت عندكم مراه مزيان في نفس الوقت رخيص جدا خمستاشر درهم أو ما كاملش خمستاشر درهم أن ناخدو على أساس أنني وقدر يكون أغلى يقدر يكون قد ما اخدتو أغلى أحسن باش تبقى العطر في البيت مزيان الحاجة الطيبة تترد الشياطين حاجة طيبة تترد الشياطين إذا أحبابي لاعجبكم في الفيديو خليوا لي لايك دعموا القناة وعلوا الجرس بحول الله وقوته والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته